قامت وزارة الخارجية بتسليم وزارة السياحة والأثار أربع قطع أثرية نادرة استردتها مصر من السلطات الإيطالية من خلال السفارة المصرية في روما وتنتمي القطع الأثرية لحقب مختلفة من بينها لوحة فرعونية مزينة بالرسومات الهيروغليفية وإناء صغير من الفخار وتمثال علوي فخاري لسيدة إضافة إلى قطعة معروفة باسم عمود من الجاد تنتمي للحضارة المصرية القديمة يأتي هذا استمرار للجهود الحثيثة لاستعادة الأثار المصرية بالخارج وما توليه مصر ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وعلى تاريخها الحضارية موسيقى